إذا سألت سيد نجم القصاب في موسكو الآن هل الأوضاع تسير باتجاه حل ما؟ لأنه يبدو أن التكتيكات الروسية الآن تزيد الضغط على القصف لاجئين من أجل أن يشعر الرئيس زيلنسكي بأنه يدفع ثمن غالي في هذه الحرب وبالتالي يجلس إلى طاولة المفاوضات ويوافق على جزء من الشروط الروسية بدأنا نرى التدرج في التراجع للرئيس زيلنسكي هل يمكن أن تحقق موسكو مطالبها من خلال هذا التكتيك برأيك؟ بدأنا تحية طيبة لكل المشاهدات والمشاهدين ولضيفك الكريم أعتقد ما تم توريط الرئيس الأوكراني زيلنسكي من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول في الاتحاد الأوروبي وفعلا أصبح الآن في ورطة أمام الشعب وأمام الدول الأخرى وخصوصا أمام الرئيس الروسي بوتين بالتالي الضغوطات وما تعرض لها أوكرانيا بضرب المشاهدات العسكرية في هذا الصباح اليوم أكثر من 137 منشاة عسكرية تم استهدافها من قبل السلاح الجو الروسي والأسلحة الروسية وكذلك كثير من المشيئات الحيوية المهمة والمؤثرة في الاقتصاد الأوكراني سوف يتعرض إلى انهيار وهذا سيدفعه الشعب الأوكراني بنفس الوقت على ما يبدو التنازلات التي بدأ يطلقها عن طريق المفاوضات وضغوطات من قبل بعض الدول خصوصا هناك مبادرة من قبل الإمارات ومبادرة من قبل المملكة العربية السعودية ومبادرة من قبل تركيا وبعض الدول الأخرى على ما يبدو الرئيس الروسي لم يتوقف عندما تطرح أو عندما تكون مفاوضات مع الطرف الأوكراني وإنما تزداد الضربات العسكرية بنفس الوقت هنا في موسكو أنا أرى يوميا الشعب الروسي ليس لديه اهتمام في هذه الحرب أو هناك تخوف من هذه الحرب على ما يبدو هناك فعلا قناعة وضرورة بأن الشعب الروسي أو أن روسيا سوف تنتصر في هذه المعركة لأنها معركة وجود ومعركة نفوذ ومعركة أقطاب لأن القطب الأمريكي الذي كان يحكم العالم أنا أعتقد سوف يغادر ويتحول هذا القطب إلى ثلاث أقطاب القطب الصيني القطب الروسي والقطب الأمريكي النقطة الأخرى لأول مرة دول كالهند وكالصين لم تمتثل لقرارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عندما الهند الآن تستورد النفط الروسي والصين لم تمتثل للقرارات الأمريكية بعدم التعامل مع روسيا هذا حقيقة سيكون هناك تمردا على القرار الأمريكي وعلى القرار الأوروبي لتعطي قوة لروسيا وضعفا للدول التي تحالفت ودها